يغيب الاتزان السياسي فتغيب الموازنة كذلك عقدة الانسداد فعلت فعلها في شريان العراق اقتصاده المتضرر بفعل تراكم الازمات ليأتي الانسداد ويعمق ضبابية الموازنة من حيث موعدها او اقرارها رأي اللجنة المالية كان واضحا بما يتعلق بالموازنة وفق قاعدة الصرف 1 الى 12 والمضي بالجانب التشغيلي الرواتب ايضا تشغيلية اي انها غير مرتبطة باقرار الموازنة وهذا حديث يدلل على استمرار ضخها لكن المعضلة الاشد خطرا على مشاريع البناء الاستثماري والاقتصادي واجاد حلول لبعض المشكلات التي تتطلب العجل في حلولها هي تلك الازمة التي لم تفتح طريقا للموازنة وتفعيل دور التشريع اذ يقف البرلمان مرغما منتظرا تلاشي الازمة وانهاء الخلافات السياسية واجاد سبيل الى ان تبدأ بغداد بطي صفحة التأخر في شتى المجالات المخاوف جلها تتمثل بفقدان فرص الاستثمار التي ربما لن تنتظر طويلا الى ان تحل الازمة فتغادر العراق البلد الذي يخطط بشراكاته الحقيقية مع الخليج والمنطقة والعالم للسعي في طي ورقة ازمة الكهرباء والمياه على سبيل المثال للحصر الرسالة التي يوجهها الشارع العراقي من خلال نداءاتهم في الشوارع او على المنصات او الشاشات ان البلد يحتاج لانجاز عملي بعيدا عن مهاترات السياسة التي لم تمنحهم اليوم سوى التعمقا لازمات العراق الاقتصادية اشتركوا في القناة